بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته عدد من الأخوة كتبوا لرسائل احتجاج واستنكار واستفهام يقولون ما هو الهدف من هذه الحملة الممنهجة ضد موضوع الإمامة والمهدي هل يمكن أن تزعزع هذه الحملة الإيمانة الراسخ في الأقول والقلوب؟ كتب الأخ حسن عبد الرضا مزبان يقول هذه الحملة الممنهجة على تراث الإسلام وموضوع الإمامة والإمام المهدي الذي ورد في أحاديث كثيرة عند المسلمين عن النبي عليه وعلى آله السلام هذا الخلط والتشكيك لا يزعزع الأساس الراسخ في الأقول والقلوب والضمائر والذي يدعي الإسلام لا يحارب العقيدة الإسلامية بل يتفرغ للمعاندين لها إذا كان مسلما صحيحا ولكنه يخفي بداخله العداء ويظهر الإدعاء عسى أن تنطلي أكاذيبه وافتراءاته على من يصدقها وللإسلام تاريخ وتراث مليء بالسرديات والمرويات الكثيرة لدى كل المسلمين على أحمد الكاتب أن يقوم بالتحقق منها ولا يختصر قضيته على الإمام المهدي حسرا إذا لم تكن له مقاصد وأهداف مخفية والله أعلم بكل ما يخفونه من دسائس ومكائب يعني الأخ الآن حسن يخلط بين الأسئلة والاتهامات أيضا المبطنة على إحدا الأخ ياسين إبراهيم أيضا كتب يقول لماذا يجند الكاتب كل طاقته لدحف فكرة المهدي يعني أنت فايع الآن لأنك ليس عندك إمام وفرضا أن فكرة المهدي ضياء فأنت ونحن سيئان ليش تصب كل جهدك أن تغير واقعنا وفكرنا هل هناك من هدست في جيبك شيئا؟ هذا أيضا يسأل ويتهم في نفس الوقت الدكتور ليث بادي يقول أستاذ أحمد لماذا تهاجم الشيعة لأعتقادهم بالمهدي؟ ولا تنتقد باقي الطواف فمثلا الطائفة المسيحية الإنجلية لأعتقادها بالمسيح وربطها بدولة إسرائيل وباقي الطواف أيضا السنة يعتقدون بالمهدي اسمه طابق اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله هل أنت تعتقد بمهدي يظهر أم ماذا؟ وأيضا الأخ حازم الكاتب يقول كيف تنفي وجود المهدي والأحاديث السنية أكثر من أن تحصى؟ سيدي أحمد الكاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلكم أرجو الإجابة على هذا السؤال أنتم نفيتم أن يكون ولد للإمام الحسن العسكري وأنا من الذين اعتقدت بذلك بفضل المحاضرات التي أنفقت فيها الكثير من الإضاحات التي تؤكد بعدم وجود إمام تختم به الإمام الأثنى عشرية ولكن ماذا نصنع بالأحاديث الموجودة على المستوى السني فضلا عن الشيعة؟ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تؤكد وجود الإمام المهدي المنتظر نرجو منك الإجابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الأخنا فقط يستفسر وهو شوي يقترب مننا ولكنه لا يزال يتوقف في مسألة وجود الإمام المهدي خلأ أجيب الآن هذا حازم الكاتب قلت له السلام عليكم ورحمة الله سواء كانت الأحاديث السنية التي تتحدث عن ظهور مهدي في آخر الزمان صحيحة أو غير صحيحة فإن ذلك لا يهمنا كثيرا اليوم إحنا ماذا نحتاج؟ وإنما المشكلة الكبيرة لدينا نحن والشيعة الإمامية الأثنى عشرية المشكلة هو الإمام المعصوم المعين من قبل الله لقيادة الأمة الإسلامية وهذا الإمام أو هذه الفكرة بعيدة عن فكرة المهدوية المهدوية فكرة ثانية أن هو المهدي واللي ليس مهدي ذلك بحث آخر وهناك عند السنة مثلا أو عند التواعف الدينية الأخرى يعتقدون بوجود واحد مخلص أو يأتي كذا هذا موضوع ثاني نحن عندنا مشكلة الشيعة الإمامية في الإمام بوجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله لقيادة الأمة الإسلامية وولادته ووجوده اليوم وما يترتب على ذلك من مواقف سلبية موقفين سلبيين أولا بعدم جواز القيام بمهام الإمام كثورة على الظالمين وإقامة الدولة الإسلامية ومقاومة المستعمرين مثلا وهو ما كان يقول به فقهاء الشيعة خلال ألف عام أو ألف ومائتين عام إلى وقت قريب جدا قبل خمسين ستين سنة وربما لا يزال يقول به بعض الفقهاء المعاصرين أيضا حتى الآن فوقت سمعت ذلك منهم بناء على نظرية التقية والانتظار هذه النظرية ملازمة للاعتقاد بوجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله لقيادة الأمة الإسلامية فإذا كان غائب إحنا ما عندنا مسؤولية إحنا علينا أن ننتظره لأن هذا العصر عصر التقية الإمام المهدي أو الإمام الثاني عشر هو متقي يعني خائب وغائب فلا يمكن إقامة دولة في هذا العصر وإذا كانت الدولة إقامة الدولة ممكنة كان هو الإمام ظهر كما قال الجواهر محمد حسن صاحب الجواهر قبل ميتين سنة وهو هاي النظرية السلبية التي هي لازمة من لوازم الإمام بوجود هذا الإمام أو الوجه الآخر أو التابع يعني وهو هذا الكلام وهو ما همش الشيعة وأخرهم إلى أن ظهرت نظرية ولاية الفقيه أو الشورى والديمقراطية الآن أدنى عدة نظريات نظرية ولاية الفقيه إمام خميني ترحى رحمة الله عليه قال أنه إلى متى إحنا ننتظر هذا الإمام الغائب علينا أن نعمل أن نقوم بشكل حكومة بقيادة الفقهاء وبعد ذلك قالوا لا مشر تكون واحد فقيه أي واحد ممكن يصير حاكم ورئيس من تخبة هذا إذن كان جانب سلبي من هذه الفكرة الخاصة فكرة وجود هذا الإمام الغائب وهذا التطور الذي حصل أيضاً ما مكتمل حتى الآن أيضاً فيه سلبية أخرى أصابت هذا التطور وأرجعته إلى الوراء وربما قلبته أحياناً رأساً على عقب وحولته من إيجابي إلى سلبي لكن هذا التطور الإيجابي الشيعي المتحرر من نظرية الانتظار أنه نحن ما ننتظر بعد الإمام إما بحجة التمهيد أو أصلح الفكرة هذه منؤم بها هذا التطور لا يزال يعاني من بعض آثاري فرضية وجود المهدي أو وجود الاتمام الغائب هي فرضية فلا نزال يعني نعاني من بعض الآثار الأخرى مثل القول بأن الفقهاء نواب عامون عن الإمام المهدي الغائب وهذا أول من ابتدعها الشيخ ألي عبدالعالي الكركي قبل حوالي 500 عام في أيام الدولة الصفوية وأن هؤلاء الفقهاء نحن نعرف من فقهاء حقا ولا من فقهاء بس يدعى لهم أن هذا الفقه من الدعاية والإعلام صار يدعي نفسه أنه أنا نائب الإمام وأنا الحاكم الشرعي وأنا ولي أمر المسلمين مثل ما طلع أسيد محمد الصدر مثلا في أيام صدام السين قال أنا ولي أمر المسلمين أنا فقيه وأني نائب عام وأنا ولي أمر المسلمين والسيد السستاني الآن يقول أنا ولي أمر المسلمين في كل العالم ليس في العراق فقط وهو في العراق ما يقوم بهذه الولاية لا يدير لا يقود لا يأمر لا ينهى لا لا يفعل أي شيء جالس في بيته ويقول أنا ولي أمر المسلمين وإذا حكم يمكن يكون حاكم مستبد بعد ما أحد ما يقدر وحتى الآن حتى الآن لا يستطيع أحد أن يسأله لماذا لا تأمر بأقامة صلاة الجمعة مثلا كما كنت مثلا قد أوعزت إلى الشيخ عبد المهد الكربلاي أن يقيمها في كربلا لماذا اليوم الجمعة ولا يقيم الصلاة وشوف المفاسد وشوف الشركيات وإبادة القبور والغلوب الفاحش المنتشر في داخل حوزة وهو لا يحرق ساكنا لا يقول شيئا لا ينهى لا يصحح لا يرشد لا هو ولا الإمام الغائب اللي من ورائه وإذا كان السيد السستاني قد اعترف بالدستور وبعض الفقهاء أيضا اعترفوا فإنهم لا يعترفون بالدستور والنظام الديمقراطي والحكومة القائمة إلا بشكل مسرحي شكلي أو تكتيكي يعني الآن يلا سولكم حكومة أو مؤقت وشوكت ما يسحب كلامه أيضا يسحب كلامه وشفنا السيد السستاني في بيانه قبل حوالي 20 يوم في ذكرى ولادة الإمام محمد بن حسن عسكري فقد قال أطيعوا المراجع أطيعوا الفقهاء وهؤلاء هم الحكام ولم يشر إلى مسألة الحكومة والمشاركة في الانتخابات أو انتخاب الأصلح وما إلا ذلك يعني كأنه قد انسحب من دعم النظام الديمقراطي القائم أو يحاول هو أو غيره يعني يحاول تفريغ النظام الديمقراطي من محتوى بالانقلاب عليه وكل النواب لازم يبايعوني كل الرؤساء لازم يسمعوا كلامي إذن شنو انتصرت لقد مهيمن بصورة مطلقة على النظام الديمقراطي بين قوسين يصير الديمقراطي شكلي فقط ونعمل الانقلاب ومن أحزاب المعارضة ولذلك شوفوا هاي سلبية أيضا صارة عندنا هذه علاقة بالاعتقاد فرضا بفرضية وجود ولد الإمام العسكري وأنه هو الإمام المعين من قبل الله السنة يؤمنون بعض السنة وليس كلهم يؤمنون بواحد يجي آخر الزمان ما عندنا علاقة به ما عندنا التزام تجاهه إحنا نقوم بالعمل ونقيم أنظمة ديمقراطية مثلاً كما شوفون بالعالم الإسلامي كله أو حتى المسيحيين يؤمنوا واحد يجي في آخر الزمان مثلاً أو اليهود حتى ما علاقة به حياتهم المعاصرة المشكلة أنه إحنا عدنا فرد بدعة أسطورة اختلقناها أو بعض الناس اخترقوها وركبوها علينا على الشيعة الخلفاء العباسيون وحلفاءهم البوهيون اختلقوا هذه الفكرة فكرة وجود إمام غائب وهو الإمام الثاني عشر وهو المهدي المنتظر وحرموا على الشيعة القيام بأي حركة ثورية ضد الخلفاء العباسيين أو البوهيين وذلك في مواجهة الدولة الفاطمية الشيعية الإمامية الإسماعيلية فأحنا عدنا حالة خاصة بالحقيقة لذلك أنا أركز على هذا الموضوع من أجل تحرير الشيعة من هيمنة المستبدين اللي هم يدعون الألم والاجتهاد وما إلى ذلك وأيضاً الخروج من أجل الخروج من حالة الخمود والسكون والانتظار السلبي لظهور هذا الإمام اللي كانت 1200 سنة الشيعة فقهية نفتون راجع الفتاة والفقهاء خلال ألف سنة كلهم يفتون بوجوب الانتظار وحرمة القيام بأي عمل من أعمال الإمام فلذلك إحنا نحاول نقد فرضية أو أسطورة وجود الولد للحسن العسكري والقول بأنه إمام معين من قبل الله وأنه لا يزال حياً إلى اليوم وله وكلاء خاصون أو عامون ما يكتفون فقط الفقهاء يقولون نحن وكلاء عامون كل يوم طال أنه واحد يقول أنا نائب الإمام الخاص عندي علاقة بي علاقة خاصة وبعت لي رسائل وحكيته إياه وشفته وما إلى ذلك فهذا هو سبب بالحقيقة ليس هجوماً على التراث الإسلامي أو علاقة فكرة راسخة عن كل المسلمين كما قال الأخ حسن عبد الرضا مزبان مثلاً أنه أنت ليش هل قاعد تهاجم الموضوع لأنه نظرية الإمامة ما موجودة الآن ما عدنا أهم والإمام المهدي الثاني عشر أيضاً ما موجود هذا مو من تراث الإسلام نظرية الإمامة نظرية ابتدعها الغلات الرافضة اللي كان يسموهم وبصورة سرية وركبوها على أئمة أهل البيت وأئمة أهل البيت كان ينفوها جملة وتفصيلة ما كان يجعوها ولذلك يشوفون الإمام الحسن عسكري عندما أحسب الوفاة اهتم بأمواله وان تروح فأوصى بها إلى أمه أمام القاضي قاضي سامراء الحسين بن أبي الشوارب ولم يتحدث لا عن الإمامة ولا عن وجود ولد له فهذا مو من تراث الإسلام هذا أشياء دخيلة البعض الآن كل ما يسمع من المنابر والخطباء اعتقد هذا هو كلام من الله نازل هذا مو صحيح أشياء دخيلة ليش أدنا سبعين فرقة شئية وأدنا فرقة إسلامية أخرى لأنه مو كل كلام اللي موجود عند هذه الفرقة أو تلك يعني هذا كلام من الله جاي ومن القرآن الكريم وإذا إحنا انتقدنا هذه الأفكار الدخيلة هذه الخرافات والأساطير والبدع لا يعني أننا إحنا نحارب الإسلام والمسلمين ونحارب تراث الإسلام فأحاديث يقول أحاديث موجودة ورد في أحاديث كثيرة ماذا ورد؟ فهذا واحد يطلع في آخر الزمان فهذا شو خصنا فيه إحنا؟ هذا صحيح أو كان خطأ؟ هذا ما إلى علاقة في حياتنا اليوم المهم كيف نبني حياتنا الآن في هذا الأصر كيف نتحرر كيف نبعث الأمة ونحييها للقيام بالحضور في الساحة والأمر المعروف والنهيعة المنكر وممارسة النشاط السياسي وانتخاب الأصلح من الحكام مو نروح الآن ببيوتنا ونقول أي واحد يصير حاكم خلي يصير معي أنا إحنا كما كثير من الناس يقولون ذلك مع الأسف الشديد فالأخ ياسين إبراهيم يقول شو نفرق صوان إحنا أو ياك إذا هو ما موجود إحنا خلتنا نفس الشيء يعني لا بالحقيقة هذه الفكرة تصوغ فكرنا السياسي المعاصر وحياتنا ففيها جانبين الجانب الأول كما تحدثنا عنه هو جانب إما التخدير إما السيطرة سيطرت بعض الناس يجيون يقولون إحنا نسيطر عليكم إحنا ولاة أمر المسلمين إحنا الحكام الشرعيون إحنا نواب الإمام هذه فكرة ديكتاتورية فكرة سيطرة علي المجتمع ففكرة مضرة هذه لازم نناقشها والشيء الثاني عندما نعتقد بوجود هذا الشخص هذا الولد للإمام العسكري اللي إحنا خطلقناه من عندنا رح ينقذ في النظرية تهاوت وانقرضت وراحت بس إحنا لا نزام الشبسين بيها وهي نظرية الإمام الإلهية أن الله قد نص على أئمة 12 بعد النبي وهذه الأئمة كان عليهم وكان من حقهم أن يحكموا ويقودوا المسلمين ولكن حصل انقلاب عليهم من الصحابة والصحابة كانوا مرتدين ومنافقين ومغتصبين ونسيقوا من العن ونسب ونجتم ونألف أساطير هجموا على بيت الزهراء واختحموا بيتها وكسروا ظلعها وأسقطوا جنينها ونبكي ونلطم على شيء مو صحيح مو موجود بس يخلقنا العداوة المغضاء بين المسلمين يفرق بين المسلمين نصير إحنا نسب أئمة المسلمين اللي هم كبار الصحابة الكرام وبقية المسلمين يقومون يسبونا ويلعنونا ويعادونا ويكرهونا ويحاربونا ويفجرونا بعد ذلك فإذن هذا الموضوع بجانبين جانب التحرر من هيمنة المتكبرين والمستبدين وأيضا التخلص من التفرقة وإقامة الوحدة الإسلامية لأن إذا شلنا هاي الفكرة من أقول الناس رح نتحد جميعا بعد ما عدنا شيء اسمه شيء وسني بعد ما نضطر نسوي محاصصة في نظامنا الديمقراطية الآن والميز بين الناس هذا السني وهذا الشيعي سواء الحكام أو المحكومين فهذه فكرة مهمة جدا يجب علينا مناقشتها وإعادة النظر فيها ونشوف متى تأسست ومن أسسها ولأي هدف ولأي مصلحة هذا هذا أولا ثم أقرأ لكم بعض أحد الأخوة أيضا علق على هذا الموضوع وهو الأستاذ العالم السيد عقيد نظم عبدالهادي المكرم كتب تعليقا حول فكرة المهدي قال السؤال هل المهدي شخصية محددة أم ظاهرة اجتماعية إصلاحية ضرورية لنرى ما يمكن أن نستهدي به من آيات الذكر الحكيم للجواب على هذا السؤال مداخلة قرآنية قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الرعد آية 11 الحقيقة السؤال هنا هو إذا كان الله تعالى وهو القادر المطلق على كل شيء لكنه مع عظيم قدرته قد قضاء لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا القانون الطبيعي اللي الله وضعه فهل يوجد بعد ذلك شخص بإمكانه أن يقوم بتغيير المجتمع البعض الناس يعتقدون هذا هو المهدي يجي غير العالم كله إذا لم يبادل المجتمع بتغيير ما بنفسه هل ممكن نجي واحد يغير العالم والمجتمع وإذا قام المجتمع بتغيير ما بنفسه ونال من الله الاستحقاق المناسب لذلك التغيير فما حاجة المجتمع بعد ذلك للمهدي كشخص وقد وقد بيّن تعالى أن الأفعال التي تصدر من الناس هي وحدها التي تنعكس على واقعهم وتحدد مصيرهم قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ثم بيّن تعالى أن الصلاح وحده هو الذي يمنح المجتمع اللياقة والأهلية لوراثة الأرض قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادة الصالحون العبادة الصالحون هم الذين يرثون الأرض وقال عزم قال وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضع لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن خلال هذه الآيات المباركات نفهم أن المهدوية هي حركة إصلاحية اجتماعية عامة يجب أن تنبثك من أصل المجتمع وليس من خارجه كما تمني نفسها بعض الشعوب الاتكالية المخدرة التي فقدت إرادتها نتيجة استسلامها وركونها الطويل للظلم والظالمين فأصبحت عاجزة عن تغيير وضعها البائس بنفسها هي ما تقدر تقوم بالإصلاح وباتت تحلم بشخصية خيالية خارقة للقوانين الطبيعية تحقق لها العدلة والحرية والمساواة فغرقت في سباة نوم عميق تاركة وراء ظهرها العمل والجهد والسعي في سبيل ذلك رغم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم بكل وضوح وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لكنهم ونتيجة الاتكالية التي رسخها في أذهانهم وعض السلاطين وتجار الدين مثل الحديث كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ثلاث من روح النام ولكنهم ونتيجة الاتكالية التي رسخها في أذهانهم وعض السلاطين وتجار الدين والمستفيدون من هذا الواقع حتى جعلوا تلك الشعوب تترك السعي المجد نحو الإصلاح والصلاح وتركنوا إلى الأوهام السقيمة والأحلام العقيمة البعيدة عن كل البعد عن الواقع والمنطق نسأل الله تعالى أن يهبن الرشدة والوعية واليغضة جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا للأخ أقيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر